اهلا بكم تراجعت قيمة فاتورة الاردن النفطية والطاقة خلال اول شهرين من العام الحالي بنسبة 35.3% مقارنة لذات الفترة من العام الماضي واستوردت المملكة في اول شهرين من العام الحالي ما قيمته 445.700.000 دينار من النفط الخام ومشتقاته والطاقة الكهربائية والزيوت مقابل استيرات 689.400.000 دينار لذات الفترة من العام الماضي واظهرت احدث الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة وجود تراجع في جميع مستوردات المملكة باستثناء مادة الفيول اول التي سجلت المستوردات منها ارتفاعا بنسبة 42% في حين جاءت مستوردات الغاز الطبيعي الاكثر انخفاضا خلال اول شهرين من العام الحالي بنسبة 66% ثم مادة السولار بنسبة 56.4% ثم البنزين بنسبة 44% اما الطاقة الكهربائية فاظهرت الارقام تراجع مستوردات المملكة منها بنسبة 38.3% اذ بلغت 5.470.000 دينار انخفض العز في الميزان التجاري للمملكة خلال اول شهرين من العام الحالي الى مليار و 306 مليون دينار وبما نسبته 16.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي واظهرت تقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة ان حجم الصادرات الكليا انخفض بنسبة 13.2% ليبلغ 805.400.000 دينار اما حجم المستوردات فقد تراجع بنسبة 15.5% خلال اول شهرين من العام الحالي لتبلغ 2.111.1 مليون دينار واظهر التقرير ان اهم السلع المصدرة خلال اول شهرين من العام الحالي جاءت الالبسة بارتفاع نسبته 7.4% والاسمدة بنسبة انخفاض 45.3% اما المستوردات فجاءت الالات والادوات الالية وازاؤها اذا ارتفعت بنسبة 3.7% والنفط الخام ومشتقاته انخفض بنسبة 34.8% اما ابرز الشركاء في التجارة الخارجية فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا بنسبة 6.2% فيما انخفضت الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 13.3% اما بالنسبة للمستوردات فقد انخفضت قيمتها من الدول الاسيوية غير العربية بنسبة 25% ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4.6% اكد رئيس هيئة المناطق الحرة الاردنية نبي الرمان انه رغم الاشغال الكامل الذي تشهده المنطقة الحرة في الزرقاء الا ان حجم التصدير في تراجع واضح وبينا الرمان في تصريح لنشرتنا ان المنطقة سجلت تراجعا في حجم البضائع المخزنة والمصنعة بالمنطقة من جهة وفي حركة التصدير خاصة المركبات من جهة ثانية وعزت تراجعا الى الظروف السياسية والامنية التي تشهدها دول المنطقة حيث تراجع حجم البضائع المخزنة والمصنعة في داخل المنطقة 50% وبينا ان حجم تصدير المركبات من المنطقة الى خارج المملكة كان يتجاوز خلال السنوات الماضية عشرة الاف مركبة للأسف الشديد منذ الربع الثالث او الثاني من منتصف العام 2014 هناك كانت بالنسبة للحصائيات التي تقوم الهيئة باعدادها سواء كانت بضائع مخزنة في المنطقة الحرة او في المناطق الحرة الاردنية او البضائع المصنعة داخل المنطقة الحرة الزرقاء وآس المركبات تراجعت بحدود 50% يعني عندنا كانت بالسنوات الماضية وفي الشهور ما قبل المنتصف في 2014 هناك اكثر من 10 تلاف مركبة تم تصديرها الى خارج الاردن ما تم التخليص عليه في الربع الاول من العام الحالي حوالي يعني نتكلم في 14 الف سيارة منهم حوالي 3500 او 4000 سيارة هجين من بين هذه السيارات يعني نتكلم على 3 شهور 14 الف مركبة منهم 4000 سيارة شطب واستبدال والباقي سيارات بنزين ما زال اداء بورصة عمان يكتسب اللون الاخضر اذ ارتفع المؤشر العام لاسعار الاسهم بنهاية جلسة اليوم بنسبة 58% مع ارتفاع حجم السيولة مقارنة مع الجلسة السابقة واظهرت مؤشرات البرصة ارتفاع الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم لاغلاق اليوم الى 2168 نقطة كما تشير البيانات وكما نلاحظ حجم التداول 12 مليون و100 الف دينار عدد الاسهم المتداول 11 مليون و500 الف سهم نفذت من خلال 4719 عقد اما على المستوى القطاعي فارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 41% كما نلاحظ قطاع الصناعة 63% والقطاع المالي بنسبة 20% وعن مساهمة القطاع بحجم التداول فقد بلغت مساهمة القطاع المالي بنسبة 59% قطاع الخدمات 21% و3% واخيرا القطاع الصناعي بنسبة 19% و7% اما بالنسبة للشركات الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها فهي العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة 26% مصفات البترول الأردنية جوبترول الأردن 85% والاكثر انخفاضا كما نشاهد العربية الدولية للتعليم والاستثمار 47% واخيرا الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 7.6% والى خبر اخر اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نهاية الشهر الحالي هي اخر موعد لتقديم المكلفين للاقرارات الضريبية واكد الناتق الاعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطروني في بيان صحفي على ضرورة دفع المكلفين للمبالغ المعلنة في الاقرارات الضريبية قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة في الثلاثين من نيسان الحالي واكد انه سيتم فرض غرامات واضافات على الاشخاص الذين يتأخرون عن تقديم الاقرارات في المواعيد المحددة بموجب القانون واخيرا اعلن بنك الاسكان اليوم عن الفائز بجائزة حسابات التوفير اليومية وقيمتها عشرة الاف دينار حيث فازت بها نداء احمد حاج عبدالقادر المغربي من فرع المدينة